في تقديرنا نحن كعراقيين أن القرار الاحتلال كان بهذه الطريقة غير صحيح يعني أياد علاوي قال لي أنه لم يكن يريد كمعارض لم يكن يريد الاحتلال أن يكون من الخارج وإنما أن يقوم به الجيش العراقي في تفكيرهم وكانوا يخططون مع ضباط ذكر لي أسماؤهم فهناك فرق بين المسألتين بين أن تقوض نظام من الداخل وبين أن تأتي من الخارج وبالتالي تواجه مشكلة وهذا ينقلني دكتور جنرال إلى ما قاله أياد علاوي أياد علاوي في كتابه هذا هو أهداه لي في الحقيقة عندما التقيت به يقول وهنا أأتي إلى مسألة أساسية كنت أنت شاهدا عليها وقائدا فيها يقول أياد علاوي الذي كان الرئيس للوزراء في معركة الفلوجة الثانية هو في معركة الفلوجة الثانية أن المقاومة في معركة الفلوجة الأولى كانت شرعية هذا هو يقول هكذا لماذا؟ لأن المقاومة العراقية قامت بهذا الدقوات الاحتلال الأمريكي وهو يقارنها بمعركة الفلوجة الثانية وأعتقد جنرال أنت كنت موجود فيها وقدتها أو لا يقول أنها لم تكن شرعية يعني هذه المقاومة لأنها من فعل القاعدة ومصعب الزرقاوي وبالتالي هو يفرق بين معركة الفلوجة الأولى والثانية ما هو رأيك؟ أنا أريد رأيك بعد هذه السنين الطوال التي مرت على هاتين المعركتين وكنت قائدا فيها ما هو رأيك برأي الدكتور علاوي أو رأيك يعني كجنرال عاش ميدانيا تلك المرحلة؟ نعم هذه ملاحظة مثيرة للاهتمام التي قام بها أنا كنت أقود السيارة وكنت أمر بالسيارة من عبر الفلوجة ومركز التدريب الحبانية وكان من المثير لاهتمام أن أرى ما قام به الحلبوسي في تلك المدينة وما جلبه إلى هذه المدينة ولكن هذا يعود بنا إلى سؤال أول المعركة الأولى الفلوجة كما تتذكروا استثارتها قتل أولئك الأمريكان وبعض من عناصر النظام القديم والتي كانت موجودة في 2004 كان هناك اعتقاد في ذلك الوقت من قبل المارينة الأمريكية هو أنهم يستطيعوا استخدام كتيبة من قبل العراقيين لكي تقوم بتسوية الوضع في ذلك الوقت ولكن ذلك لم ينجح بعد ذلك كانت هناك المعركة الثانية الفلوجة والتي ذكرتها أنها كانت أيضا بسبب وجود داعش والقاعدة في تلك الأماكن كان هناك الكثير من القتلى من الجانبين وأعتقد أن المعركة الثانية لم تنهي الوضع حول وجود القاعدة في العراق ولكن قامت بتعزيز هذا الأمر إلى النقطة التي جعلت من الزرقاوي وجماعته بالقيام بالمعركة الثانية وأن يقوموا ببناء قواهم أكثر وأكثر ونحمد الله أنه بعد سنتين تم قتله ولكن القاعدة استمرت بتشكيلها مشكلة بوجودها في تلك المعارك لذلك فأنا أرى كما قال رئيس الوزراء علاوي أن هناك فرق بين المعركة الأولى والمعركة الثانية فيما يتعلق بالشرعية ولكن في نهاية المطاف أيضا توصلنا في كل الحالتين إلى مقاومة ضد الاحتلال مقاومة الاحتلال وهذا يعود بنا إلى الحرب الأولى للخليج والقرار الذي تم اتخاذه من قبل جورج بوش الأب وعدم انتقل العراق للخوف مما وجده فيما بعد أننا لا نريد أن نحتل العراق أنا أتذكر لقائك